اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا دايما بحب الشباب اللي بيهتموا بالمعرفة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكمان يواب اللي هو كان الغائد العام للجيش وابا ياثر رئيس الأحبار ايدوه لكن صاغ اللي هو واحد من الأحبار وبنايا اللي هو رئيس الحرس الملكي وناثان النبي والمحاربين المكرمين من قبل الملك وشمع وريعي كل الجماعة دي ما أيدوه الدنيا قام مشى برى القدس وضبح بقر وعجول سمينة وغنم كثيرة وقدم طهية لله وعمل حفلة خاصة أهلم فيها إن هو بيقى الملك والحفلة دي كانت في مكان قريب من عين روجل وكان معزومين فيها كل أخوان إلا سليمان وكمان كانوا معزومين فيها كل أعوان الملك داود إلا ناثان النبي وبنايا اللي هو رئيس الحرس الملكي والمحاربين المكرمين من قبل الملك وناثان اللي هو واحد من المعارضين لأدونيا لما سمع بخبر الحفلة قام بشا لبتشيبة أم سليمان وقال ليها مولاتي النعظم أتي ما سمعتوا إن أدونيا ولد حجيت بيقى الملك وبدون علم سيدنا داود أنا جيت أديك نصيحة لكي تنجيبها حياتي بحياة ولدك سليمان شنو لا حول ولا قوة إلا بالله دا حصل متين أعلى الأموم شكرا لك لكن قل لي نصيحتك شنو طيب نصيحتي لك إنك تدخل إلى الملك داود أيوة وتقول إليه أنت يا سيدة قبل كده حلفت لي أيوة وقلت إنه ولدك سليمان حيكون هو الملك بعدك وهس حصل العكس وأدونيا بيقى هو الملك أيوة بعد كده أنا حادخل وراكي وأشهد بإنه كلامك القلتي هو صحيح تمام وفي الوقت دا الملك داود كان موجود في أطنون بتاعته ولأنه كان كبير جدا في السن كان عنده خدامة جميلة جدا من غرية شنوم اسمه أبي الشجر الشنومية والخدامة دي كانت بترعاهو وهناك بيت شيبة دخلت على الملك داود إن حنت ليهو بإحترام شريطي مرحب بيك يا بيت شيبة طلباتك مولاي إنت حلفت لي بن مولا إلهك وقلت لي إنه سليمان ولديهو حيكون الملك الجاي لكن هس أنا سمعت إنه أدونيا بيقى الملك وعشان كده عمل حفلة عزم كل أخوانه إلا سليمان وكمان عزم أبي ياثر رئيس الأحبار ويواب القائد العام للجيش يا مولاي إنت عندك أي علم بل حاصل عفوا مولاي ناسان النبي بيستازن في الدخول على جلالتك خليهو يستنى شوية طيب يا بيت شيبة اتفضلي وكملي حديثك في الحقيقة يا مولاي كل شعب ابن إسرائيل حس منتظرنك عشان تحدد منه لحيكون الملك بعدك وإلا يا مولاي لما نختارك الله بعد عمر طويل إن شاء الله أدونيا ورجاله حيعملون أنا وسليمان ولدي معاملة المجرمين وبيت شيبة بعد ما خلصت كلامه مع الملك استأذنت وطلعت برة وبعد كده ناسان النبي دخل على الملك وانحنى ليهو باحترام شديد وأكد الكلام الجالته بتشيبة وكمان سأل الملك يا مولاي أنت فعلا وصيت بأن أدونيا يكون الملك بعدك لأنه هسي عمل ليهو حفلة كبيرة وكل المعزومين فيها بما فيهم أولادك ومستشارينك بيأكلوا ويشربوا ويهتفوا له يحيى الملك أدونيا هل أنت فعلا يا مولاي طلعت القرار ده أنا ليلة حننفذ الغسم ده تسلم تمام بتشيبة بمجرد مع سيمة هذا الكلام ده فرحت وانحنت لزوجيها الملك داؤود وباحترام شديد وقالت ليهو تسلم يا حبيبي ومولاي الملك داؤود ربنا يحفظك للأبد يا حراس نادوا لي الحبر صادق وناثان النبي ورئيسكم بنايا بني ويادع يا صادق يا بنايا ويا ناثان ركبوا سليمان ولدي على بغلتي الخاصة وأخذوا معاكم الرجال من الحرس وأنزلوا على عنجيحون وإنتوا يا صادق وناسان أمسحوا راسوا بالزيد حسب عاداتنا وأعزفوا المسيغة وكما نهتفوا له يحيى الملك سليمان يحيى الملك سليمان وبعد ذلك أرجعوا معه عشان يجيز على العرش ويبقى الملك بدلي لأني عينتوا حاكم علي كل بني إسرائيل يا خلت صفية أنا عايزة أسألك ليه سيدنا داود أمر بإنه يمسحوا سليمان راشوا بالزيد أيوة يا مونة يا بيدي علي حسب عدت الناس الزمان داك كانوا بيمسحوا الرسال ملك الجديد بالزيد ولي بتكون علامة على أنه بيقى الملك أها يا جماعة بعد كده بنايا قال لسيرنا داود خير يا مولاي نسأل الله إلهك إنه يحقق الكلام دا ومثل ما أعانك الله نسأل سبحانه وتعالى أن يعين الملك سليمان في مهمته الجديدة ويجعل عرشه امتداد أعظم لعرشك يا مولاي يحيى الملك سليمان يحيى الملك سليمان يحيى الملك سليمان القصة دي برضو طويلة شوية يا جماعة عشان كده حنتناوله على الأجزاء الليلة خلونا نحتبر إنه دا الجزء الأول منها لكن قصة حلوة شكرا بي خانتوا سفين آلا عافظة أنا أوعدكم المرة الجاية بإذن الله نواصل تحيى زروك إخراك تماتر شكرا دين